قال الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى قبة البرلمان وكله ثقة في تمرير مشروع تعديل الدستور حتى وإن قاطعت بعض الأطياف السياسية المعارضة جلسة التصويت العامة الدستور هو القيمة السامية في تسير شؤون الناس هو قيمته السامية هذا أبو القوانين للدولة وبالتالي لا يمر بهذه السرعة الخلاصة أن هذه الوثيقة ليست الوثيقة التي ينتظرها الشعب الجزائري الذي طالب بإقامة دولة الحق والعدل والقانون داخل القاعة ظل النواب على أهبة الاستعداد ينتظرون إشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني لبداية التصويت المصويتون بنعم كان المشهد بمثابة سباق لرفع الأيدي ف265 عضوا صوتوا بنعم دون مناقشة أو تعديل المجلس الشعبي الوطني قد صوت على مشروع القانون المتضمن تعدول الدستور بكامله بإجماع الحاضرين ارتفع صوت التصفيقات داخل قبة البرلمان فبالنسبة للمصويتين هذه خطوة عملاقة لإصلاح وضع مختل أما البعض الآخر فغايته الوحيدة عدم الوقوف ضد مشروع الرئيس أتت بثمرة رأينا فيها أن مطالبنا ومبادئنا مجسدة في هذه الوثيقة الشعب الجزائري أعطى أغلبية لرئيس الجمهورية وليس في أي حكم الحقوق بأن البرلمان يعطل هذا العمل بعد أن ظفر بأصوات غالبية نواب الغرفة السفلة دق الوزير الأول طبول النصر في أولى المعارك قبل إقرار الدستور الجديد سيمكن من وضع الأسس الصحيحة لانطلاق الفعل في تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية في بناء الجمهورية الجديدة ويعد مشروع تعديل الدستور أكبر تحدي رفعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لبناء ما يصفه بجزائر جديدة لم تخرج الغرفة السفلة للبرلمان عن دائرة المتوقع بتصويت غالبية أعضائها على وثيقة تعديل الدستور التي ستمرر على مجلس الأمة للتصويت والمصادقة عليها في خطوة أخيرة قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح من شهر نوفمبر المقبل كريم قندولي قناة الغد الجزائر